نورتنا أهلاً ومرحباً بك إزايك أخبارك إيه؟ أنا بخير الحمد لله احكيلي بقى من الأول أنت مدير أكاديمية تمام؟ وبدأت في الكورة إمتى؟ جيت مصر إزاي؟ احكيلي كده جات لك الفكرة أصلاً من أين؟ أولاً أنا حبي أشكر شعبي مصر وحكومة على استضافاتنا في دولتنا الجميلة دولة مصر نحن سؤالها جداً بوجودنا في مصر أنا جيت مصر عام 2016 بغرض الدراسة في الجامعة الأمريكية وأنا لعب كرة غدم سابق درست إيه طيب فكرة ما أحكيلي؟ أنا درست ترجمة إعلام عظيم فكان عندي شغف وحلم براودني من الصغر أنه عمل أكاديمية بعد ما أعتزل الكرة أحتوي فيه شباب وأحتوي فيه أعلم فيه شباب الصغارة بجذيات كرة الغدم وأقدر أوصلهم لحلمهم طيب جنوب السودان طبعاً هي بلدي تاني وأكتر بلدي أنا بعتزل بيها طبعاً وسفرتها كتير جداً عندهم شغف رهيب للرياضة أصلاً نعم يعني مش بس الكرة السلة يعني ما شاء الله من كم شهر كان فيه المنتخب فاز على على مصر وتونس وتونس كمان فما شاء الله الرياضات في جنوب السودان مهمة جداً أنت بدأت في الجنوب ولا بدأت هنا؟ أولاً علاقة الوطيطة التي تربط دولة جنوب السودان دولة مصر أنت وأهلنا أصلاً علاقة ممتد وأذلية لأبد الحدر الدحر وسيظل جنوب السودان حالياً يعني طورت في كرة الغدم بيقد عندنا دلوقتي المنتخب بتاع باسكتبول هو في الروليتا الأول يعني معتالي أسل الصدارة براهم مصر على طول وأتمنى إن شاء الله مصر والجنوب السودان يدأهلوا إلى إن شاء الله الأمم الأفريقية كاس العالم إن شاء الله توريا الغادم مهمة فدلوقتي جنوب السودان يعني بير لا ينضب من المواحب مهمة تلاقي الناس كلهم يعني كل بيت تلاقي فيه أربعة ستة بيلعبوا مهمة بس رياضة مختلفة مهمة في الجري مهمة في الباسكتبول مهمة وفي كرة الغدم تمام فحالياً منتخب الشباب بتاع جنوب السودان أندر سبنتين هما كانوا يتأهلوا إلى النهاية بتأسي كافة مهمة ولعبوا مع الصومال وجاء في الترتيب الثاني تمام ويتأهل إلى تصفيات الأمم الأفريقية الجزائر الغادمة مهمة فدي مبشر يعني أن الكرة بتنحط في جنوب السودان عظيم عظيم جداً طيب بدأت هنا صح؟ نعم بدأت تأسيس الأكاديمية هنا في مصر طيب أنت بس مش بتأهل أبناء الجنوب أنت يعني الأكاديمية بتضم كل الدول الأفريقية بمختلف الجنسيات طيب الهدف منها إيه؟ يعني والأعمار قد إيه؟ وإزاي مثلاً لو فيه شباب عايزين ينضموا ليه الأكاديمية؟ الفكرة بتاع الأكاديمية هي كرة الغدم هي لعبة شعبية أو لعبة تحتوي كل الأجناس دون تميس دون لون دون عرق فدلوقتي الحمد لله عندي دلوقتي في الأكاديمية يعني فيه إغبال جميل عندي من القونجو عندي من نيجيريا عندي من بورندي حتى معي مصريين يعني عندي مصريين حلو عمي هو معي بلعبوا تمام ما شاء الله عليهم يعني شباب زي الورد تمام أنت قلت الجنسيات اللي كانت اللي كانت موجودة إي أكتر جنسية عندها ولع رهيب بكرة القدم يعني عايزين يتنفسوا ويتأهلوا وهل أنت بعد كده بتودي بقى اللعيبة بره يحترفوا في أنديها ولا إيه الجنسيات دلوقتي يعني أنا شباب جنوب السودان هم دلوقتي محووسين في هاج اسمها كرة قدم وفيهم مواحب مواحب يعني لا تقدر بس أنهم شغف أنه يلعبوا من انتخابات بلادهم أنهم شغف يلعبوا في الدوريات المصري وفيه شباب معايا يتمنوا حلمهم أن يصلوا زمالك والأهل فالفكرة أكبر من كده يعني دلوقتي أنا أسست الأكاديمية طموحي مش أعلمهم كرة قدم فقط برضو أنا تربية الأخلاقية والتربية الفكرية عظيم عظيم ونساعد الأسر برضو بتربية الأطفال وننشو للشباب من التكتلات الجحوية المتخدم شالفرد والمجتمع من قد إيه عمر بتبتدي ينضموا للاكاديمية دلوقتي عندي من عمر أربعة سنين عندي خمسة سنين يا صغير أوي نعم فأنا بحاول أنمي غدرات الأطفال المواحب منذ الصغر يعني الطفل لما يتعلم صح من الصغر فبينضج في الكبر يعني من الصغر نحاول نعلمهم ونساعدهم في مواحبهم على أساس إنه لقدام يكونوا حاجة تانية طيب تمام لو كلمنا بقى عن اللعيفة بتوع جنوب السودان تمام إلا فأندية نعم مختلفة حول العالم يعني يعني عايزين نعرف سادة مشاهدين شوية طبعا نحن عارفين محمد صلاح أو غيره من من اللاعبين هل في جنوب السودان في ناس محترفة أو لاعبة محترفة فأندية عالمية نعم دلوقتي عندنا في جنوب السودان لاعبة محترفة في إسراليا عندنا لاعبة سمادين دلوقتي وعندنا برضو دلوقتي فيه لعبة وعندنا لعبة برضو في إنجلترا وكان فيه لعب يلاعب معاي وده ممكن من راح سويسرا دلوقتي تمام وبيلعب في أكاديمية سويسرا طيب ده بقى يفتح لي الكلام إن أنا أسألك إزاي بتسوّق لللعيبة دي يعني هايك بتقول دلوقتي إن في لاعب راح أورادي سويسرا وهو كان بيلعب معك في الأكاديمية نعم بتسوّق لهم إزاي عشان يتلعوا بر هو الفكرة بتاع التسويق دلوقتي عندنا يعني مش كان الفكرة بتاعي إنه أسوّق اللعيبة هو الفكرة بتاعي كان أدربهم فلما لجيت إنه اللعيبة دي المؤهلين إنهم يلعبوا فبدأت دلوقتي أفكر إنه أحاول أسوي على اللعيبة دول يعني دلوقتي الدور المصري عمل حاجة كويس إنه في كله في الدرجة درجة الأولى والدرجة الرعبة إنه يكون فيه لعب أجنبي فالحمد لله دلوقتي عندي مواليد 2005-2004 أنا ممكن أن أقدر أوصلهم للأندية المصرية طيب عظيم عظيم جدا الأكاديمية أيما بقى على تمويل الزيتي لاشتراكات أو كده ولا يعني مصادر الدخل بتبقى إزاي بتتمنج الموضوع إزاي كأكاديمية الأكاديمية الدعمة هي الدعمة الزيتي أنا اللي بدعم الأكاديمية ودلوقتي بشكر برده وليا الأمور هما برده وقفين معنا كنا بنعمل حاجة بسيط للعيال رسوم رمزي بنأجر منه الملاعب بندم منه اللبس وبرضه بلاقي الدعم النفسي والمعلوي من الأصحاب سواء كان في صفحته أو على صفحة بتاع الفيسبوك طيب تمام يعني حيث ذكرت أنه كان فيه أطفال من عمر 4-5 سنين نعم تمام وشباب المرأة بقى يعني ليها دور في الأكاديمية؟ بتدربوا سيدات؟ نعم دلوقتي ولا بدرب فكرتها قلت أولي ما لا أنه برضه أحتم بالجانب النسائي لأن دلوقتي النساء هما بيجي يشغل حيث في المناصب يعني في الكورة في الباسكتبول في الجري فلقيت أنه فيه بنات فيه بنات كانوا يتصلوا بيه من مدرسة يسمح الجبل الأصفر وهم بقولوا لي يا فرانسيس نحنا عايزينك تدربنا فأنت فكرت في الموضوع قلت أنا لازم أدرب وساعدهم برضه لأنه الست مكانها مش المطبخ فقط طبعا الست زيها وزيها حد يمكن تصل كمان مع الراجل سواء دلوقتي شاهدنا في الدور المصري للسيدات وفي أوروبا برضه إليكس بوتياز اللي هو لعبة برشلونة حازد على جازد أفضل لعب في العالم تمام ففيه بقى منتخب مثلا أو مجموعة من اللعبة السيدات نعم عندك في الأكاديمية بقى لهم قد إيه وصلوا بالمستويهم لإيه أنا بدأت معهم من سنتين ثلاثة سنين فدلوقتي لقيت المواحب يعني لقيت المواحب عندي هما بينفزوا الفكرة الصح وبيلعبوا كرة قدم الصح والحمد لله شاركت بيهم بطولات هنا على مستوى مصر حلوة جدا تمام هما ميكس بقى ولا جنسيات معينة؟ هو ميكس في مننا برضو زي ما قلتلك مصرين في سودانين في جنوبين وكده وكل مرة بطلق اتصالات من السيدات عايزة تنضمن تنضمن إلى أكاديمية في سنة معين بقى؟ السن السيدات مفتوح دلوقتي برضو عندي من عمر 4 سنة 5 سنة في بنات وأولاد فالعمر ده بيقى مفتوح كلها لحدي عمر 18 سنة 20 سنة تمام وحزن دلوقتي على بطولة عظيم والابنة كان في بطولة في نادي النجم درب في الشرقية وفازن على فريق النجوم المستقبل وحزن على الكس حلوة جدا تمام طيب في جنوب السودان بقى يعني الكرة النسائية أخبارها إيه؟ دلوقتي في جنوب السودان الكرة النسائية بيجا تمتطورة في الأندية دلوقتي كل نادي بيجا له فريق السيدات حتى بيجا تشاركا في البطولات الأفريقية تمام ودلوقتي إننا بنات دلوقتي محترفات في السودان بلعب في حلال ومريخ وكده تمام والله أنت نورتنا ومنتمنى لك كل التوفيق ليك وللشباب الجميلة والفكرة الجميلة إننا حاجة تجيب شابين من مختلف الجنسيات ومش بس تتعلمهم كرة لا ده تعلمهم كمان أخلاق أو تربية يعني حقيقة إحنا بندعم حضرتك جدا أيها الحدف من الأكاديمية طبعا نحن بنحاول برضو طفل بنعلمه إزاي يحترم الكبير إزاي يسمع كلام والده مامته في البيت إزاي يدعمل مع الناس في الشارع الحكاية ما بقاش بس تدريب كرة وخلاص حتى بعد التمرين بنقعد معهم بنديهم حصص عن الإخلاق والله يعني ده شيء عظيم جدا نورتنا أسيد فرانسس كوال مدير أكاديمية جنوب السدين نقرة القدم وأشكرك كثير وأشكرك الطاغم الفني لغاناة سي بي سي الاستضافة الجميلة للبراغة وأشكر كل الناس المتعبين والناس هما دعميننا على طول وجزيل الشكر ويتقابل في أوقات طيبة بإذن الله إن شاء الله شكرا لك كثير مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة سنونا كل سبت ساعة تسعة مساء زوم أفريكا هنشوف خارط مع نورب